النهاردة رسالة واضحة وأنا متفائل بالدور المصر الحقيقة في أن يبقى فيه اللوة الرشاد يقدر يعمل صفقة ارتفاع الخسائر الإسرائيلية يومياً في الجنوب اللبناني والراجل جي حتى طياره يعني يخفوط طائرته بنفسه لا لا نزل عادي جداً وراح قابل الناس ومشي في شوارع هو نفسه ممكن ما يعملش الكلام ده في طهران يعني كان فيه وقع ليها معنى مهم جداً وهذا المعنى أنا بهدي لناس كتير دايماً قابلهم يقولولي شفت إسرائيل عملت ايه عملوا خدوا كل اللي هم عايزينه قتلوا كل قادة المقاومة قتلوا كل الزعماء هدموا كل طيب انت بقالك سنة بتضرب سبع دول ست سبع دول بقالك سنة وكل حدودك بتحارب عليها يعني حدودك اللي مع غزة حدودك اللي مع يعني كل الحدود بتحارب عليها فهيجي النهاردة مواطن عربي إسرائيلي بعربية في مكان قرب مركز الموساد قرب ايه لدرجة انه قاعده أربعة ايام يسألوا على المدام فين مش لايانها كان فيه شكوك يعني فالنهاردة الرسالة ايه أمنك وأمانك مش في الغطرسة والظلم أمنك وأمانك أن تعطي كل ذو حق حقه كل ذي حق حقه ده الأمن والأمان مهما ضربت ومهما قتلت ومهما اغتلت ومهما ولعت لن تعيش في أمان أبدا أبدا لأن الناس المظلومة هتفضل دائما تصرخ صرخة خافطة صرخة متوسطة صرخة عالية ولكن في كل الأحوال هي ستصرخ من الظلم ولن تسكت فأنت أمانك غير موجود رغم كل اللي انت عملته وكل الفلوس اللي تصرفت وكل الدعم الأمريكي وكل الدعم الإنجليزي ولكن رغم هذا في النهاية أنت غير آمن إطلاقا حلك نهارده الرئيس كان بيتكلم أن مصر مقدم اقتراح بوقف إطلاق نار لمدة يومين وتبادل بعد الأسرة مع الرهائن الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين ونبدأ من هنا حلك أنك تقعد وتخلص وتبتدي تعمل حل يخلص حل يشعر بلدك أنه فيه أمن وأمان إنما غير كده حتفضل عامل كده على طول يعني فيه ما هو ما هو الدم بيجيب دم والعنف بيجيب عنف والسلام بيجيب سلام أنت عامل معنا اتفاقية يبقى لها كم سنة مش حاجة خلص خدنا حقنا خدنا أرضنا حدودنا مصانة العلاقات على قد يعني الاحتياجات تمام فيه أي حاجة حصلت حصلش حاجة خالص وآمن أنت مطمئن من أكبر قوة عسكرية موجودة في الشرق الأوسط على حدودك لأنه فيه اتفاقية سلام ادي الناس حقها ادي الفلسطينيين دولتهم وإلا هتفضل الأمور عاملة كده على طول النهاردة رسالة واضحة سيادة العميد احنا ملاحظين ارتفاع الخسائر الإسرائيلية يوميا في الجنوب اللبناني ده ليس بالفعل يعني دي تقارير إسرائيلية يعني الإسرائيلي بيقول أنا عندي خسائر كبير يعني لسه متكلم على واحد وستين إصابة في يوم طبعا هو مش قايل الواحد وستين إصابة دول إصابات ولا قتلة ولكن واضح جدا أن الأمور لم تعد سهلة بالنسبة له في الجنوب وليست نزهة أبدا يعني ولاحظة أننا نحن في الأمطار الأولى نحن لسه نتكلم في 300 متر 500 متر في القرى يعني المحازية ما دخلش في العمق وما دخلش في الكماين وما دخلش في المناطق اللي لا تصلح للدبابات وأن التمهيدات الإيرانية الجوية والمدفعية وأحسن من نارية لن تجدي نفعا فقلتها مع حضرتك أن جابة هنا مختلفة المواجهة عندك 80 كيلو العمق يوصل لفوق أكتر من 70 كيلو تيبوغرافيا والتدريس أرض مختلفة غزة أرض مسطحة تماما وفي مناطق فيها العرض 6 كيلو نص أطول عرض فيها إبم مماري فلاديلف 14 كيلو نص فبالتالي الموضوع مختلف إمدادات حزب الله بتوصل مهما ضربوا من معابر مع سوريا بتوصل 375 كيلو مع سوريا البيئة الحضنة هناك قوية الجانب الإيراني يعني عرقج وصل ورئيس البرلمان وصل في ظل ظروف صعبة يعني وصلوا في ظروف صعبة فإزاي رئيس البرلمان راح والتهران الإسرائيلي منع كل الدربات والراجل جاي حتى طياره يعني يخفوط طائرته بنفسه نزل عادي جدا وراح قابل الناس ومشي في شوارع هو نفسه ممكن ما يعملش الكلام ده في طهران يعني فده بيأكد إن القواعد مختلفة والأول مرة نتنياهو يلتزم مع الجانب الأمريكي ونضع تحت تصريح حوليان بيرنس رئيس الـ CIA خبرات المركزية الأمريكية فكرة أن أسبوع ده عامل من خلص كلام يكون أسبوع ده يعني من لقائي مع حضرتك اللي فات اللي قلت في خلال أسبوع حيتم الضربة فات أسبوع بالظبط يعني أسبوع مش الزمن اللي ممكن فلما تسأل حد إسرائيل يقولك طب ما احنا حنضربهم في اليوم السادس طب في اليوم السادس ليه؟ ما أنت كان ممكن تضربهم يعني لو أنت لأنه مدرك أن الضرب سيشعل الموضوع وأن إيران إذا دخلت في الخيارات الشمسونية هتكون الأمور صعبة بل أعتقد بخبرات المركزية هو عليها وعلى أعدائي يعني اللي هو الخيارات الشمسونية اللي هي بتعت عليها وعلى أعدائي يهد المعبد كله يعني فكون المتطرفين يبركوا الضربة اللي كل مواطن شاف أنها تمثيلية يدرك تماما أن موضوع المتطرف والتصعيد هيدخل الموضوع في منطقة مختلفة طب سيد العميد السؤال اللي كل الناس بتسأله هي إسرائيل مستمرة في الحرب ليه بقى؟ يعني يعني مثلا على الأل في غزة الاستمرار ليه؟ إيه السبب من استمرار هذه الحرب؟ عايز إيه يعني؟ إيه أهدافه؟ خلاص كان أهدافه أنه هو يخلص على قادة حماس أنه هو يسوي غزة بالأرض أنه كل هذه الأمور ماذا يريد من غزة أكتر من كده؟ غزة ده معمول نموذج عبرة عشان اللي يفكر يعني إحنا شايفين سوريا واخد الحياة يعني ما بتشاركش في شيء اللي يفكر وطبعا فيه جزء زي اللي في غزة تعمل في القرى المحازية نفس الفكرة وفيه جزء تعمل بأحزمة نارية في الضحية الجنوبية وحتى في صورة اللي هي بعيد يعني عن المواجهة عن الجابها فده نموذج نموذج الضغط على المدنيين لتفريغ القطاع لازال يعمل فكرة الترانسفير لازالت تعمل لكن في الجزء ده يعني أنا شايف أن الحل سيأتي مصريا جهود المخبرات العامة المصرية ورئيس المخبرات العامة الجديد ستلقوا حسب مهمة جدا وأعتقد حتقود باقي العملية يعني هناك صفقة وشيكة ربما تحدث جانب الإسرائيلي بيتعامل مع الجانب المصري من منطلق يعني أنه هو ينجي الصفقة على الجانب الآخر طبعا يا الزعم الشباك بتعمل مع غزة والموساد تعمل مع لبنان يعني ملف غزة بيكون مع يعني رونينبار ملف لبنان وسوريا مع ديفيد برنيع أنه عد توازي في خلال أسبوع أسبوعين يبتدي لتفاهمات عن ناحيتين ويبقى إسرائيل ضمنت أنه لا تهديدات من غزة وأعتقد ضمنتها بنسبة كبيرا وخاصة ما بعد صفقة تسوية لن يكون هناك دافع أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر ولا إمكانيات أن يتكرر ذلك على الجانب الآخر حزب الله مع نبيل بيري مع المبعوث هوكشتاين مع الجانب الفرنسي في صفقة بطندق بحيث يتم تنفيذ تعديلات القرار 1701 وتبريد الصراع وبعدها يبدأ على فكرة أن وقف التصعيد من الوكالات طبعا يعني اليمن أنا مش عايز أقول أنها مش مؤثرة كتير في الصراع مؤثرة في الملاحة مع التسوية دي يتم تسوية موضوع تهديد الملاحة ونبدأ في صفقة جديدة لا هي اليمن مؤثرة علينا احنا علينا احنا لكن مش مؤثرة أنا شايف يعني على قناة سويسو على مصر وحد بيحدف طوب يعني الساروخ اللي بيوصل كل كم شهر يعني مش مؤثر يعني حزب الله رغم أن احنا شايفين أداءه مش قوي فيه أيام بيضرب 400 ساروخ كل ساروخ منهم يعادل الساروخ اللي بيأتي من اليمن أصبح يوصل وابتدى نرجع بالتدريج بالمناسبة حتى حزب الله بتدى يرجع بالتدريج لقواعد الاشتباك أنه مدربش سواريخ توصل لمدنيين ولو وصلت بتكون عن طريق الخطأ فأعتقد أن احنا ما قبل يعني في التولي الرئيس الجديد في يناير لأمريكا هيكون تم تبريد الصراع وأعتقد الضربة دي كانت نهاية جميلة لكمالة بشكل ممتاز جدا للديمقراطيين بشكل جيد لنتنياهو بشكل جيد للنظام الإيراني بشكل ممتاز وأعتقد يبقى التسويات وممكن بعدها يظهر حزب الله بأنه ما قام به نوع من المقاومة ونوع من الانتصار وتبقى يعني برضو فكرة أن غزة صمدت إلى أن تم يعني تنفيذ صفقة وأنا متفائل بالدور المصر الحقيقة في أن يبقى فيه اللوة ورشاد يقدر يعمل صفقة سواء في جولة الدوحة أو ما تم في القاهرة وأعتقد أن فيه تفاهمات تمت مع حماس بحيث يعني إنهاء الصراع على فكرة يعني صفقة صغيرة مجموعة من الأسرة مقابل مجموعة من من في السجون ثم صفقة أخرى انسحاب تدريجي من نيتس ريم من شمال القطاع وصولا إلى مماري فلاديلفي مع فكرة وجود قوات عربية تحتل المناطق خطوط التماس سواء كان مكان قوات الفلاديلفي أو في مناطق الشمال أو في مناطق الغلاف وأن تتولى السلطة أو يعني من يختاره الشعب الفلسطيني غير حماس بإدارة المنفذ وأن يقوم الجانب الإسرائيلي بتسليم المنفذ للسلطة الفلسطين